أعربت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد عن تقديرها للتعاون المثمر والدائم بين وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء في ملف السياحة المستدامة وحماية البيئة وبالتعاون مع وزارة السياحة والأثار والذي ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات بهذا القطاع جاء ذلك خلال اجتماعها من محافظة جنوب سيناء خالد فودة لمناقشة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في نهاية هذا العام بمدينة شرم الشيخ حيث أكدت وزيرة البيئة أن المحافظة شريك فاعل في تنظيم المؤتمر مشددة على أهمية التنسيق الكامل بين الوزارة والمحافظة والجهات المعنية لإخراج المؤتمر بالصورة المشرفة التي تعكس مكانة وقيمة مصر وتظهر للعالم ما يتم بذله من جهد لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة